اشتركوا في القناة لأن الله عز وجل خلق الجنة حتى تدخلها وخلق النار حتى تحذر منها لذلك إذا قلت يا ربي يا ربي لا تحرمني يا ربي اغفر لي فإن الله عز وجل سيغفر لك ولكن أنت أصدق مع الله عز وجل أحد الصالحين في عهد السلف كان يدعو ربه كل يوم ويقول يا ربي أعطني يا ربي ارزقني يا ربي لا تحرمني يا ربي أريد كذا يا ربي أريد كذا فما أجابه الله عز وجل في الدنيا فنام ليلة من الليالي ثم رأى في منامه أنه يكلم الله فلما علم في المنام أنه يكلم الله قال يا ربي سألتك فما أعطيتني دعوتك فما أجبتني طلبتك فما لبيت مطلبي يا ربي وأنت الكريم وأنت الجواد فناداه مناد وقال له يا عبدي إني أحب أن أسمع صوتك إني أحب أن أسمع صوتك لذلك لا تقنط فالله عز وجل قد لا يستجيب لك الآن لأنه يحب أن يسمع صوتك والله يغفر للعباد لأن الله عز وجل هو ربنا ولا رب لنا سواه إذا كان لك ذنب ستره فبالله عليك إذا أتيت وافتقرت إلى الله يخذلك لا والله لأنه سترك وقت المعصية فمن المستحيل أن يخذلك وقت التوبة أوما علمت أن ذلك الرجل الذي أتى إلى موسى عليه السلام فقال مستهزئا يا موسى أمام وجد الله غيرك نبي ورسول يرسله إلينا فدعى موسى ربه أن يا رب سخر للأرض فسخرت له الأرض مر يا موسى ما تشى ماذا تريد قال يا أرض بلعي فانشقت الأرض فابتلعت الرجل إلى ساقيه فقال الرجل يا موسى الرحمة يا موسى الرحمة تبت فقال يا أرض بلعي فانشقت فابتلعته إلى نصفيه فقال يا موسى الرحمة يا موسى الرحمة فقال يا أرض بلعي فانشقت فابتلعته إلى نصفيه ما بقي إلا رأسه فقال يا موسى يا موسى الرحمة فنظر إليه موسى فإذا هو رجل قد تكبر على الله وتكلم على آيات الله ونبي الله فقال يا أرض بلعيفة انشقت فابتلعته واختفى ثم لما ذهب نادى الله موسى وقال يا موسى قال لبيك ربي وسعديك قال ناداك عبدي بالرحمة أكثر من ثلاث مرات فما رحمته وعزتي وجلالي يا موسى لو ناداني عبدي مرة واحدة يا رب الرحمة لرحمته الله رحيم الله غفور ولكن أين العباد